أكد رئيس مجلس السيادة السودانية عبد الفتاح البرهان أن استمرار الحرب حتى إخماد ما وصفه بالتمرد البرهان شدد خلال مخاطبات ضباط وجنود الفرقة الثالثة مشاه شندي ضمن زيارته للوحدات العسكرية على أن الجيش السوداني لن يترك السلاح إلى بعض القضاء على من وصفهم بالمتمردين داعيا قوات الدعم السريع للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم المعركة مستمرة حتى دح هذا العدو نهائيا وأنا برسل رسالة اليوم لهؤلاء المتمردين ومن عاونهم قالوا نحن ما حانا نضع السلاح الذي انتهى أو تطلع من البره فأفضل أنكم تخدوا السلاح وتسلوا صوت العقل وتطلعوا أطلعوا من الجزيرة أطلعوا من الخرطوم أقعدوا بره قال عندكم كلام تاني تعالوا وتكلموا لكن انتم بعدين بعدين نسلوا من الناس محتلين الجزيرة ومحتلين الجنينة محتلين زاليني وتنهب وتقتل وتسلقون لكن عمار صديق عضو المجلس الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع نفى أن يكون الجيش السوداني قد أحرز أي تقدم في منطقتين كرري شمال أمدرمان والمهندسين جنوبا قال صديق في تصريحات لوكلة أنباء العالم العربي أن قوات الدعم السريع ما زالت تطبق حصارها على منطقة المهندسين بل أنها تقدمت إلى الأمام في هذا النطاق مضيفا أنها لم تكن موجودة أصلا في كرري بينما كانت تحدث منوشات في بعض الأحياء القريبة من وسط أمدرمان وأحيانا تسلل لبعض الجنود بحسب الوكالة هذا وكانت القوة المسلحة السودانية قالت أن قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وصل إلى مدينة أمدرمان الجمعة في زيارة تفاقضية بعدما وصفتها بأنها انتصارات كبيرة تحققت هناك قال رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد نور إن السودان في حاجة إلى مسؤولية وطنية تشارك فيها كافة القطاعات السياسية والمدنية في سبيل خلق شراكة وطنية حقيقية لوقف الحرب التي بدأت تتسع دائرتها في كافة أرجاء السودان قررنا أنه في حركة تحرير السودان أنه عندنا مسؤولية وطنية وهذه المسؤولية الوطنية أتناها أنه نفكر في أكبر جبهة وطنية مدنية في تاريخ السودان على أساس أول هي تتصدى وتقوم بواجبة بإيقاف الحرب ده وإنهاءه وإيضا أنه يسرع في أنه يعمل جبهة وطنية عريضة ما بيستسني إلا المؤتمر الوطني وواجهاته في شراكة وطنية حقيقية من جانبي قال جعفر الميرغني نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إن مشكلة السودان لن تحل إلا عبر حوار سوداني سوداني يخاطب الأزمة السودانية وندعو من هذا المنبر كل الغوة السياسية المتجردة التي تهتم بالسودان والوطن والمواطن أن يكونوا معنا على كلمة سواء في هذا المشوار فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام المرغو أغوي بأخيه فيد واحدة ما بيصفف ترجمة نانسي قنقر